بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق نعمة الذرية والأولاد هذه النعمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده ويحرم منها من يشاء وكل ذلك بحكمة منه سبحانه وتعالى ولا يعلم أحد حقيقة ذلك ولا يدرك تلك الحكمة إلا من خصه الله سبحانه وتعالى بهذا هذه النعمة لابد لها من طريقة أمثل للتعامل معها حتى ظهر في الآونة الأخيرة وظهر في تعامل بعض الناس مع أولادهم ما يسمى بعقوق الأبناء إن كان مشهورا على ألسنة الناس عقوق الأبناء للآباء والأمهات فهناك نوع عقوق آخر الله عز وجل يحاسب عليه وهو عقوق الآباء والأمهات لأبنائهم يظهر هذا العقوق منذ البداية منذ زواج الرجل بزوجته الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بحصن الاختيار وأمر المرأة كذلك أن تحسن اختيار زوجها وهذا من البر والإحسان للأبناء أن يحسن كل واحد المرأة أو الرجل يحسن الرجل المرأة التي تصلح أن تكون أما لأولاده والمرأة كذلك تختار من يصلح أن يكون أبا لأولادها لمن يصونها لمن يحترمها يقدرها يحافظ عليها ويحافظ على ذريته منها هذا الأمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا المرأة وأولياءها فيقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هذا الأمر ظهر في حياة الناس في مسألة حسن الاختيار أن ذلك يؤثر على الأولاد حتى إن الإمام أبا الأسود الدؤلي عليه رحمة الله جمع أولاده ذات يوم وقال لهم أحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا الإحسان إلى الأبناء قبل الولادة سألوه عن ذلك فقال لهم تخيرت لكم من النساء أما لا تعابون بها أحسن الاختيار وأحسن اختيار الأم والزوجة التي تصلح أن تكون أما بمعنى الكلمة مسئولية الأب والأم تجاه الأولاد مسئولية عظيمة مسئولية كبيرة الله سبحانه وتعالى سيسأل الآباء والأمهات عنها لو كنت تعرف أو كنت تظن أن مسئوليتك تجاه أولادك وأبنائك مجرد أنك تنفق عليهم وفقط ذلك ليس بشيء وذلك ليس بشيء تلقى الله عز وجل به أنت مسئول عن أولادك وأبنائك وبناتك تربيهم وتعلمهم وتقومهم وتصلح ما بهم من خطأ وتعلمهم وتفهمهم تصلح عليهم حياتهم واعلم بأن ما يصيب الآباء من عقوق من أبنائهم إنما سببه عقوق الآباء للأبناء منذ الصغر يظهر ذلك أثره بعد كبر الأبناء ويعقون آباءهم وأمهاتهم بسبب أنهم لم يحسنوا إليهم لم يربوهم لم يعلموهم لم يقوموهم لم يعني يدركوا معهم حقيقة هذه الحياة ولم يقوم الأب أو الأم بمسؤوليتهما تجاه أولادهما هذا الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع أولادك بناتك مسؤولية الله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم هذا الأمر للأبي وللأم كذلك للرجل وللمرأة مسؤولية مشتركة سيحاسب الكل عنها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها مسؤولية عظيمة مسؤولية ثقيلة إنك تبني إنسان إنك تقوم إنسان وتعلم إنسان إنك تقيم إنسان صالح ينفع نفسه أولا وينفع مجتمعه وينفع أسرته وينفع وطنه إنسان نافع لمن حوله من الناس إنسان ينتفع به أبوه وأمه قبل كل الناس إنسان إذا مات الأب وماتت الأم وجد بعد موتهما من يدعو الله سبحانه وتعالى لهما فأنت إن فعلت ذلك أنت المستفيد مستفيد في حياتك وتستفيد كذلك بعد وفاتك ابنك هذا وبنتك هذه صدقة جارية لك ما تزرعه فيهم من خير وما تعلمه لهم من خير سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة لا شك أن بذلك صدقة جارية تستفيد منها بعد وفاتك وأبسط شيء أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى لك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ابنك حتى يكون صالحا لابد أن تقوم أنت بدورك أولا تجاه أولادك تعدل بين أولادك في كل شيء تقومهم وتعلمهم تساوي بينهم في معاملة وفي حسن كلمة وفي حسن معاملة وفي طباع حتى وإن كان في الأمر شيء من المودة الزائدة لبعض الأولاد على بعضهم أو دون بعضهم إلا أن المعاملة لا بد أن تكون واحدة تجاه الجميع اعدل بين أولادك حسبك في ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل ويرزقنا الإحسان وأن يزرع في كل بنا الرحمة والإحسان اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته